الإنسان يستطيع أن يحسن معاملة أولاده فلابد من اختيار الكلمات الطيبة والمحبة ومن أحسن قول ممن داعي لله وعمل صالحا وقال إننا من مسلمين ولا تستوي الحسن توسع إذ فعب التي أحزن فإذا هنا على طول بسرعة كده الذي بينك وبينها عداوة كأنه وليهم يبدأ أصبح من المحبوبين لك فكل ما نراه من الله سبحانه وتعالى إننا عايزين المحبة كيف نربي أبناءنا؟ أول حاجة في البداية خالص اختيار الزوجة علشان تنجب أولاد يكونوا صالحين لابد اختيار الزوجة الصالحة الزوجة التي ترضي ربها سواء هذه الزوجة مسلمة أو كانت غير مسلمة المهم هو رضى الله سبحانه وتعالى فاختيار الزوجة رقم واحد لو تم اختيار الزوجة الصالحة سوف ننجب أولاد صالحين الزوجة التي تتميز بالأخلاق الطيبة وما نحن نعاني منه الآن سوء اختيار الزوجة فقد يتزوج الإنسان امرأة كل همها الدنيا فقط أو شاب كل ما يهمها الدنيا ومتع الدنيا الزائلة فلو تم اختيار الزوجة الصالحة بإذن الله سوف يكون هناك أبناء صالحين فالتربية لأولادنا وخاصة في هذا الوقت يختلف عن الوقت الذي كنا نعيش فيه يعني كثير من الناس يقول الوقت بتاعنا غير الوقت بتاعنا طبعا هذا الوقت يفتح التليفون العالم كله بين ايديه زمان كان القلان أولى والقلانة التانية وكان لحد الصاعة 12 خلاص يخطب القرآن لو احنا نعيشنا كده لا نسمح توسط التاشة بتاع التليفون كده أنا خلاص ايه أفل الإرسال فندلوها تلعالم بين ايدينا فأول حاجة فيه مجموعة أسس هنتم التعاون بها كيف نعامل الطفل الصغير والطفل الشاب المراهق والطفل أو تعتبر الشاب الكبير يعني وكده فأول حاجة أساس المعاملة القدوة إن يكون الأب قدوة في كل تصرفاته يعني احنا أحيانا نقول هذا الولد لم يتربى لأبوه معرفش ربيه فقد أبوه فعلا قد يكون الأب لم يستطيع تربية ابنه لأنه لم يتربى جيدا وقد يكون أخصب عنده انشغاله عدم وصول المرحلة من التعليم انشغاله بالشغل وكذلك الأم انشغالها بالعمل وطرق أولادها إن أسمى شيء في الوجود هو تربية الأولاد يعني أفضل حاجة الإنسان يعملها في حياته هو الاستثمار استثمر في أولادك نجد ناس كتيرة جدا بتنتشغل في حياتها يمكن ما يعودش معه يعني ابنه في اليوم ربع ساعة والنص ساعة إذا كان بيأكل معه ويشرب معه وخلاص يبدأ يأتي متأخر بالليل ويمشي إذا كان بعد الفجر ويعني مجغول عن ابن أولاده انشغال تام فعلى الأباء أن يحسنوا تربية أبنائهم أول حاجة مشاهدة مثلا طبعا التلفزيون الآن في حوالي ممكن ثلاث أربح ألاف قناة لو شفنا التلفزيون الأسف ونضعه طبعا القائمين على وسائل الإعلام أن يحسنوا اختيار هذه البرامج التي تبث الأولادنا فيعني اختيار نجد هل فعلا مثلا مسلسلات هل إحنا كده فعلا وخاصة في مصر أتل ذبح خيانة جنس طيب الولد أما يشوفك هذه الأشياء يعني بعض الأولاد نحن طبعا فضل الله عدت فترة طويلة في السعودية يمكن أكثر من حوالي يعني يمكن خمسة وعشرين سنة بين السعودية هنا مجال التعليم يمكن خمس سنوات هنا والبقاء كان في السعودية يعني ففضل الله سبحانه وتعالى كان معظم المشاكل كنا بنحلها بالقول الطيب واللين وفي نفس الوقت كنا بنقوم وده مهم جدا إعطاء تمام دورات لأولئة الأمور سواء من الأباء أو الأمهات وده مهم جدا يعني أنا قبل ما أتكلم في أي حاجة أنا عايز كل أم الآن أي دورة تتحدث عن تربية الأولاد اشترك فيها طيب مش شرط طيب تروح وتقولها أسيب ألبيت وأسيب كذا والدورات بفلوس لا افتحي ما شاء الله إنه تنساتنا إيه إنه من الحاجات الجميلة كده لو استطمرنا الوسائل التواصل المختلفة في ما يفيدنا بإذن الله يعني كيف ينصلح حال المجتمع لن ينصلح حال المجتمع إلا عن طريق التناصح بيننا النصح بيننا بيننا البعض حضرتك فيه زي ونبعا جزاكم لأخير زي الدكتور خالد أشياء كتيرة جدا تمام بيتثمر فيها وبتحدث فيها كله تدور حوالين الأخلاقيات يعني الدكتور خالد الحمد لله وقدوة ليش باتكلم عشان هو موجود هو صاحب مثلا المجتمع الراكم لا والله أنا عرفه ممكن من عشر سنوات واستمحت له وشفت له محضرات فعلا وأشياء مفيدة جدا يكفر التعامل منه الأخلاقيات والأسلوب وطريقة التعامل مع الناس أشياء كتيرة جدا يعني ربنا يحفظه وبرك فيه فأساس كل حاجة القدوة بأول حاجة نتحدث عنها تمام على الآباء الأمهات تمام أو الآباء تمام تحدث عن الأخلاقيات وما أكثر هذه الدورات لو كتبنا أي حاجة كده تحدث عن التعامل تعامل الأولاد الصغار تعامل الأولاد الكبار حسن كذا نجد نت مليان ما شاء الله وتسجل هذه الأشياء تسجل في نقاط عنها عندها تبقى مع يا جنت كده والله النهاردة الموضوع ده تتكلم عن كده واتطبق وده المهم بقى إن ولي الأمر الأب أو الأم عندما يستمع أو يقرأ حاجة عن تربية الأولاد أن يحاول ينفذ من الآن أنت كتبت عشر نقاط ابدأ حتى لو نقطة واحدة أساس نجاح أي إنسان أن تبدأ من الآن تمام وكنا ما ندي دورات تربية بشرية سواء للكبار أو الصغار أو أي كان حتى للموظفين نقول له ابدأ من الآن وانت خارج كده نتكلم عن التميز يا طرح تطبق تطبق ولو واحد في المية اتنين في المية من أي حاجة سمحتها وندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون أحسنها كثير مننا الكل مننا عارف الصح وعارف الغلط ورغم ذلك نسمع جرائم ونسمع أشياء كتيرة جدا وبعد أقول لك أصل الشيطان كمان أصل الشيطان أصنت على الصبت أنا دايما بغضب بسرعة لا رسول عليه وسلم هو واحد قال له أوصينا يا رسول قال له لا تغضب قال له أوصينا قال له لا تغضب ثلاث مرات لا تغضب لأن في حالة الغض ما بيكون شينتا اللي بتكلم والعوذ بالله بيكون شيطانك هو لذلك تجد أي واحد منفعل تجد شكله مختلف كده وتمام وعنه طلع مرت وشكله مختلف خلص لأنه مش هو اللي بتحدث في هذا الوقت والعوذ بالله من الشيطان فاستعد بالله سبحانه وتعالى الاستعادة بالله يبقى أول حاجة على تمام أولياء الأمور دورات تدريبية بدأنا بقى بالنسبة خدنا دورات واستفدنا منها لأنه حاجة بقى إزاي تتعامل لابنك من جرد ما ابنك هنبدأ مرحلة النوم خلاص خليه لو ولد عنده مثلا يستطيع مثلا فوق الخمس سنين يابني اتوضى صلى ركعتين اذكر الله سبحانه وتعالى ما فيش ده عايزة تحكيله حدوتة احكيله حدوة حاجة مفيدة ما فيش ده الحاجات اللي يتخوف الأولاد وما تخلهوش يشاهد أي شيء فيه عنف يعني بعض الأمهات ربنا يهديهم ويصلح حلوم محنى تبقى جالسة مثلا بتشوف التلفزيون فتدي وصف مثلا لو فيه مثلا يعني منظر مخلة أو منظر كذا أو منظر فيه عنف فتقول ده شوف ده عمل كذا توصف الجريمة التي تحدث أمامها فالولد قاعد أو البنت قاعدة هو عملة ترتعش وخايفة والتانية بعد تجي تكلمي وممكن بعضها قربنا كده أحفلنا والأولادنا كده أدخل يا بنت انت عارفة بتعمل إيه دلوقتي الرعب والخوف شايف الولد قاعد خاف تقولي لها ما أنا بقولهم ده تنسيل انت بتقولهم تبسيله هو مش أقوله كده العقل الباطن بيخزن هذه الأشياء بيخزن منظر العنف كان بياجي بعض أولاقة لهم رجتك تقول لك ابني بالليل وأم صروخ ابني يصرخ بالليل ابني بيعمل حاجات مش كويسة بالليل يوم ينفعل ويبقى نغضرب برجلية قلت روق طيب بيشوف أي بالليل يسأل اسأل الأم أحد حاجة تقول لك كان فيلم مش عارف عن أي وفيلم عن أي ومسلسع عن أي وللأسف احنا شايفين دلوقتي المجتمع ربنا يهدي القائمين على وسائل الإعلام مناظر مسيئة سواء عري أو أي شيء مسيء لأن البنت تقمس دي الشخصية لأن عندنا أقول من هو القدوة الآن يبقى أول حاجة الأب أن يكون قدوة في تصرفات هو لو تكلم وقول شابنا وعلى كدب حرام وربنا يوديك النار وعلى كده يقول مين سأل عليه قل له ده مش موجود كان زمان التليفون قول لي في لأن بيتصل يا بابا وقول لا ده مش موجود طيب انت علمت هنا فان القيمة هنا طيب واب بيشرف سجاير ما الحل في هذا الشيء المشكلة أن إحنا لا نحترف وعند الناس يقول لأ السجاير ما فاش حاجة أصلا مش حرام طيب ابنك ما تقول له يا ابن اقول ابن انا بقى اعتذر يا ابن لو شرب في البيت يعني بعض الناس حتى بيكون حريص ما يحاول ش يشرب في البيت مثلا سجاير ولا حاجة يطلع يشرب برة بعض الناس يا ولد هتلع علبة السجاير من جنبك يبقى الأم قاعدين ومتغدين ولاد كلهم حواليه ورحت السجاير عاملة الأب يدخل يتوضع يخسل وش ونعلم وبعد الأكل يعمل ايه اتعشينا من أول حاجة طبعا أداب الأكل تسمية الله سبحانه وتعالى ودي هم جدا أي عمل لم يذكر فيه اسم الله فهو أقطع مبطور نعلم أولادنا ودي حاجة مهمة جدا يا ابن وانت بتفتح الكتاب وقل بسم الله وانت بتاكل مش الأكل فقط بسم الله وانت بتشرب حاول تشرب كده كل الحاجات الصحية يا جماعة الرسول على السلام يعني أوصل بحاجات كتيرة جدا بعد ناس يتكلم يا عم ده فهد الرسول يا عم اسأل فائدة الأكل الشرب تلات مرات حتى نفسك كده واحد يشرب مرة واحد القد الله يشرب الشرب وانت قاعد بتحس راح جدا تمام وبيحدث كده راح للمعدة وفيها يعني حاجات كثيرة فوقك كثيرة جدا يبقى نركز على تسمية الله سبحانه وتعالى طيب يا ابنة تدخل الحمام قول اعود بالله من الخبث والخبائس تمام اذكر الله سبحانه وتعالى قبل ما تدخل وانت خارج تمام اذكر الله قول الحمد الله وفرانك تمام او انت داخل لان اتعرف الاماكن لما في حاجة مهمة جدا يا ابنة ما تخدش الموبايل معك جوه ما تغنيش جوه تمام ما تعملش ما تنفعش السلطة جوه ما تصفرش جوه يبقى ايضا احنا دخلنا البيت خلاص هننام يبقى نغلي لهذه الاولاد طب قدرت بقى تقول تقنعي صلي صلي ركعتين يا ابنة وثلاث ركعت طب مش قادر صلي ركعة واحدة طبعا امو قال دي تنتعبان وتعبان وتقول تعبان ولسه كنت بخسر وعمل خلاص يا ابن تذكر الله سبحانه وتعالى نام على جنبك اليمين تمام كده وذكر الله طبعا كل آية الكرسي طبعا من قرأ آية الكرسي طبعا ولا احلام اي حاجة خالص طبعا لو في فرصة ان وسائل مختلف فدلوقتي لو اذاعة الكرنان الكريم بصوت خافت فدي بازن الله هتدي له يعني الصوت اما يكون خافت اذاعة الكرنان الكريم هيحس الولد بالونس يعني بعض الناس خليه خليه في الصالة مثلا كده خليه في مكان كده بصوت مخافت بحس الولد لو او البنت خرجت بتدخل الحمام خرج بحس وانت بالله حتى هو نايم بعض الاولاد وقول له والله يا عم عادل من قريبنا كده كده يعني يقول له يا حبيبي انت يعني بتخاف ليه خلي ذكر الكرن شغل يقول له والله احيانا احلم بالجنة احيانا احلم من روحة الكعبة فهو اما يجي يصحق تذكر الكرن الكريم فهيبدأ لو الشيطان هيبدأ بقى يقلقه وكده وقول عوض بالله من الشيطان راضيين وهيستمع لآية مقرآنية معينة يمكن يتذبط في ذهن يعني وكده وطبعا الصلاة على صور ما اكثر اذكار الصباح واذكار المساء يبقى نفس الاب يكون قضوة في تصرفاته او الام كذلك ما ينفعش الام تبقى جاية من المطبخ وجاية تعبانة وتروح دخل تروح نايمة دلوقت معلش بريقاحة البصل ورائحة كذا وكذا جنب ولادها وجنب زوجها لا تقول له يا ابنة قبل ما تنام اخسل اسنانك تمام وتوضع او اخسل اسنانك تمام لو عائل صغار مش قادر اتوضع اخسل اسنانك انت انت حاجة دي مش يعملها يبقى لاب يكون كودة في الفاظ كل الالفاظ يبقى رقم واحد يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى بدأت خلاص الولاد دخل يناب ان شاء الله ربنا يحفظه كده ان شاء الله بإذن الله خلي ذكر الله سبحانه وتعالى بدأ يستيقظ من نومه تمام زيارة الصحالي صلاة الفجر خير وبركة ما احنا احيانا للأسف ان لو عنده امتحان الساعة سابعة ولا حاجة من صحي الساعة ستة ويطلع بسرعة عشان تلحق المؤسلات طب ما نحاول بقى صلة الفجر يعني احنا كراس مسلمين ما نصلى الفجر تمام فيه جماعة وصلى فهو ذمة الله حتى يرجع ربنا سبحانه وتعالى الله حافظه يبقى ذكر الله سبحانه الولاد صحي من النوم تمام او البنت صحت وانت تكون قدامها يلا ابن نصلي مسلا لو الام في البيت تعالي صلي معايا هنا يا بنت هتبقى تعبانا وكسلانا مرة في مرة هتلقى الولاد تعود اما يشوفك انت عملت كده الاب عمل كده والام عملت كده يبقى نكون القضوة تمام ونتذكر بقى في هذه الحالة تمام حديث الرسول عليه السلام من استيقظ معنى الحديث طبعا من استيقظ من نومه كان معافا في بدني قمت كده حركت ايديك ده انت ما شاء الله كده وقمت زلت على رجلك وقفت على رجليك معافا في بدني يملك قوطة يومه في في الحمد لله حتى تجيبنا كده والله طعم اياه والله شاتفول بجنيه واتنين جنيه تمام ده كده تمام امن في سيربي وانت راح المدرسة وابنك راح المدرسة تمام ما فيش حد راح ما هدده بالرشاشط زي بعد ولا بالسلاح زي بعد الدول وانزل انزل من هنا وهات من هنا وبتاع امن في انت امن وانما روحت لحد المدرسة او الجامعة وانت روحت ورجحت بالسلام امن في السيد ملك الدنيا بحذفرها نعرف اولادنا كده واحدنا بنكم نعرف اولادنا برضو عدم بطران النعمة مع بقى الولاد ويقول لك ايه اللي حطوني ده صبحانتو هطل لي فول انتو كل يوم فول انتو كل يوم كذا كذا تقول لي يا ابن على ظروفنا على الدينة ما تحولش بأسلوب برضو كويس يعني غيرنا مش موجود الحاجة دي يبقى من استيق كذا من النوم كان معافا في بدنه انت امت زي ما قلنا كده الحمد لله امت صحتك كويس وامت على رجليك غيرك بلا قدر الله بقى غلطة فلان جنان صحيدة اللي نام توفي ربنا يعني يحفظنا جميعا وحفظنا من موت الغافلة والفجأة تمام امت لقدر فلان كان عنده شالة الفلان عنده كذا وكذا الهم انت امت سليم مش هادين نعدد واسمعنا كتير عن حاجات بتحدث يملك قطم اهدت حاجة قدرت كده تعملها كده ويراد بعض الهم تبقى تفتكر السندويتش بتاع زمان اللي كنا ناخدها كده الواحد ياخد السندويتش كده ويبدأ ايه تلفله السندويتش كده كنا نفضل معنا وناكله حاجة امك اللي عملتها والوالدك اللي عمل لك وعمل لك ده بقى زي السكر يعني كده بدأ تقول ابتعد كمان بقى حاجة اروح تمر ابتعد عن الحلوة الاولاد الصهار بالذات الاشياء المكشوفة بناجد اشياء كتير جدا كده بعض البائعين الجائلين يكون امام ربنا يهديهم امام طبعا المدارس طبعا مش هموا اي حاجة حاجات جايبها صالحة غير صالحة بهم وعمل ايه عمال يوزح الاكبر عدد من الطلاب وهم يجمع مبالغ بس حاول يا ابني والله العظيم السندوتش ده ودول اول حاجة كمان لازم تفطر ابنك لو كان صحي بدري خلي يا زمون احنا بسمي غير ريئك يأكل اي حاجة بلاش بقى نبعد عن الشبسي والفشفاش والاندومي والحاجات اللي ازاي دي مع بعض الامات بتعمل حاجات دي في البيت تمام من تقدنت اللي عملت اي حاجة كده في البيت نعود اولادنا الاكل الصحي يبقى نتحدث عن الاكل وهنا نتحدث عن الفطار الاكل الصحي تمام ونبعد عن حاجات المعالبات والحاجات اي حاجة في البيت انت عملتها ده حاجات تمام جدا وطبعا والفواكه والعصار اللي موجودة في البيت اي مجينا احنا عندنا في السعودية من اكثر من حوالي عشرين سنة ممنوع نهائيا في جميع المدارس السعودية دخول تمام المشروبات الغازية اي نوع من انواع المشروبات الغازية كلها ممنوع دخولها في المدارس ممنوع بيعها في المدارس لدرجة بعض الطلاب كنها اي مخبيها في اماكن سرية وداخل يعني كده حتى العصير طبعا اقل ضرر يعني لو قدرت اول اولان يا جماعة اعمل في البيت اجيبت اي حاجة اخد يا ابن اشرب شوية العصير الاول اقول لك لا اما بحب شوية اشرب ادروا شوية مرة في مرة وانت شرب يقدامه بعد الناس يقول لك اصلا ما بحب عصير اللي امون اصلا ما احب عصير البرطقات دي الحاجات الطبيعية اللي تربينا عليها الحاجات الجميلة دي يبقى الاكل الصحي لابد الاهتمام جدا كثير من الناس يظن تمام ان تسمية الله عند قراءة القرآن فقط او عند مثلا ايه بداية الاكل والشرب لا والله اي ذكر سبحانه وتعالى اذكر الله وانت نازل ياب تفتح الباب قل بسم الله وانت نازل من على السلال بسم الله فتحت الباب الخريج قل بسم الله جيت تركب اي وصائل المواصلات بسم الله دي جيت تقعد على الكرسي بسم الله تمام جيت تنزل بسم الله وانت داخل المدرسة نفس الطريقة شوف نحن يعني تمام جيت تعود على الكرس عشان ماكنش في مصمار ولا حاجة قل بسم الله تفتح كتابك تفتح شنطتك يا جماعة ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر الله لماذا يعني الاول ذكر الله سبحانه وتعالى ابنه وصل للمدرسة لحد ذكره وصل بالسلامة للمدرسة نبدأ من عامله بقى احترم الكبير احترم المعلم بتاعك وانت داخل بقى كده وانسيت اقول حاجة وانت نازل من عسالة لما الراجل بقى الحارض بتاع العمارة ولا الحارض بتاع البيت ولا جيرانك نعود اولادنا يا جماعة كده زكا محمد السلام عليكم زكا مفلانة عامنين ايه صباح الخير اهلا بيكم وعود اولادنا الناس الكبر ليه واحد بتاع قرامكم الله ممن يكون بايه هم هم يعني الناس يعني الناس اللي محبين لنا الناس الحديث بدعوات ضعفائكم الناس اللي وقفة تكنس وتعف في عز البرد والحارهم وقفين في عز ينظفونا الشوائر وانظفونا وانت في الشارع ما تلميش اي حاجة لقيت اي حاجة اي ده كده نقول له بقى وانت ماشي في الشارع برضو لقيت اماطة الازم الطريق صدقة يعني ما احنا اولادنا على القيم العلم هيخدم علم هيخدم قيم ما فيش مشكلة في الاسب بعض الناس ابني داخل كل الطب ابني داخل كلية هنده خرج دكتور فاس زي ما اسمعنا عن تجارة الاعراض تجارة تجارة بالنسبة للاعضاء يعني بقى تجارة الاعضاء انتشرت نجد ده كترة مشهورين وصل لأعلى المناصب أعلى منصب منصب استاذ كبير جدا والناس بتروح لو ممكن يكشف في اليوم الف جنيه بيوصل في اليوم حوالي مئة الف ونجده من ضمن من تم القبض عليهم في تجارة الاعضاء نجد مهندس اللي بيغش في البناء الضابط تمام اللي غير عادل القاضي الغير عادل تمام وده القلة والحمد الله في المجتمع المدرس الغير تمام اخلاقه السيئة المحام اللي اخلاقه سيئة المحاسب اللي اخلاقه سيئة يعني التاجر اللي بيغش فالفايدة ان ابنك نهتم بالنواحي الاخلاقية لابنا انا. ليست العلم فقط. العلم بدون اخلاق خلاص. احنا بدون التربية والتعليم. تمام? يبقى ولد هو ماشي في الطريق. وجد اي حاجة كده في الطريق. اماطة الادم الطريق صدقا. واما جاء الولد تقول لك والله يا مام انا جاءت لقيت حاجة روحتها. قلت له يا ما شاء الله تبارك الله. وتروح يعني ايه دعيال ودعوة كده. يا ده ما شاء الله. وحضني ابنك. واخر كده حضنيه وراح مقبليه. قبل ليه يقول له يا ابنة ترجع بالسلامة. واذكر الله وانت ماشي على طول. يعني ما اسمعنا طلاب راحوا المدرسة مرجوش واسمعنا كده. وحوادث واوة والحاجات دي يعني ايه. يعني ايه. اذا انا واماشي في الطريق احنا بخدها بالتدريق كده. ذكر الله سبحانه وتعالى. طبعا ادب الطريق بقى. نقول له امشي على الطريق. ما تقتر شو? تأكد لو تعد طريق خد بالك تأكد انه فيه السيارات موجودة. واذكر عليه منك لو انت قدل بسم الله وانت بتعد الطريق. وانت بتعد حاول متعديش. وειه الزحمة بعد عن الزحمة دي. لئة اماكن مثلا فيها تاكاتك واماكن الزحمة حاول تبعد بعيد عن الاماكن ازادي. حاول تحد ما ايه الطريق. يبدأ كده على ق لقد ما ايضى. وحتى مهما كان الزحمة وعد ان شاء الله ربنا يحفظك. وانت بتعد الطريق قل بسم الله الله يبقى ذكر الله سبحانه وتعالى. وانت ماشي طول ما انتبهي كده. بحد وقف الطبور اقف ملتزم. حاول تشارك وده حاجة مهمة جدا انك تشارك في الاشياء المفيدة. تمام? في اذاعة الطبور. في الاذاعة. في تحية العالم. في اه التمرينات ام الاول يعني اعمل التمرينات زي ما مطلوب منك. اقف كده وقف ملتزم. عدم الحديث. شخصي بيتكلم او فيه توجهات من المعلمين او توجهات من القائمين على الاذاعة المدرسية. وخاصة القرآن نقول له استمع للقرآن وانصف. واذا القرآن فاستمع له وانصته. لعلكم ترحمون. يبقى نقول له حبيب اسمع اسمع. ما تتكلمش. حد بيتكلم ما ايه استمع للاذاعة المدرسية. اكيد في حاجة بتفيدك. بيتكلموك عن حاجة نصايح لك انت. استمع للكلام ده. في حاجة بقى مهمة جدا ابنك كذلك دخلت الفصل استمع للمدرس. ما فيش داعة طبعا بعض الناس يقول لك ده المدرس وخاصة ما يكون بقى اول المدرسة او اليوم في الدراسة ولا كده. ياجي بعض الناس ده المدرس ده شكله كزا. ده مش يوصف بعض الاسف التنمر والسخرية من بعض المعلمين. او المعلمات. يقول له عرف ان ده خلط. احنا احنا كانوا اصغنوا لك اوه اتعايب على فلانا احسن انت بقى زي يوم. لان عرف اولادنا. اذا وجدت شخص ده اسمه ابتلاء. ربنا ابتلاء وقد يكون عند الله حاجة كبيرة جدا. ابتلاء انت ابتليت بشيء. هده ابتلية تقول ايه? الحمد لله. الذي عفانا مما ابتلاء بيه كثيرا من الناس. ونبعد اولادنا عن التنمر. ولك كنت قعد ولد زي الدبة كده. ولد زي مش عارف النخلة. ده ولد بيعرك برجله ولد. اذا ابنك او بنتك تحدث عن شخص زميل له او معلم او حارس للمدرسة او بصفات سيئة توقف ووقف حد ووقفه يقول له بس يا ابن ما ينفحش تقولي الكلام ده. انت ممكن تبقى زيه. ده بتلاء من الله سبحانه وتعالى. او اياكم التنمر. التنمر الانتشر دلوقتي كتير جدا. يبقى حتى في تعامله تعزين علمه ازاي يعرف. يا صاحب الناس. حب زميلك. ايا كان. هتجد انه المنافسة الشريفة. هتجد طلاب متميزين وطلاب وسط وطلاب كزا. ولازم كذلك برضو لو كان المربي ولي ام او المعلم يعني لازم مراعاة الفروق الفردية بنى الطلاب. وده برضو توجيه لمعلمين اخر ان تعدم السخرية من احد. واسمعنا في البداية خلص بعض المعلمين يقولوا يا كزا انت شكلك كده وكده وكده. طبعا ده طبعا مرفوض نايا لنا موضوع تاني مع بعض التوجهات للمعلمين. يبقى ازا ابنك دلوقتي بدأ الفصل بدأ يدخل يلتزم معاك الكراسة طلع كتبك كده. قول بسم الله. وابدأ. شوف الحاجة اللي انت بدأت تعملها. وبدأت. تبدأ بيها. اهلا تقول طلع اهلا ما كنت طلع كزا. وبعد ما تخلص الحصة روح شايل كتبك برضو في الشنطة. تنوقف الشنطة كويس. ودي حاجة مهمة جدا برضو توجيهات للبنات بالذات. احيانا كثير من البنات تبقى ماشي الشنطة بتاعتها مفتوحة. تبقى ساعة اللي تسرقها. تسرق وقدر لا حصل اي حاجة ولا واحد ويعطى الارض كل حاجة ايه تتبعثر على الارض يعني. يعني اغطى بنا تقول بنت قفل الشنطة. تمام? زي ما رسول الله عليه السلام بقول لك وانت جاي جاي تنام. تمام? اطفق الصراج طبعا زمان كان اللمبات او شاية مش غالة بالجاز او الزيت فكان ممكن تحصل اختناق يعني دلوقتي ممكن تبقى لمبة صغيرة كده عشان في اضاءة في البيت يعني وكده. تمام? غطوا الانية. ما كانش عندهم تلجات زي العزة اللي احنا فيه دلوقتي. تمام? عشان ما حصلش حشرات تدخل فيها ولا حاجة يعني لقدر الله. او صودوا الابواب. تمام? زي ما رسولت اعقالها وتوقع. اقفل البقى ما سيبش البقى مفتوحة تقول ربنا يصر احنا ما عندناش حرامية. تمام? يبقى دخلنا ده حاجات بالنسبة للايه? يبقى البنت تقفل شنطتها كويس جدا يعني كده. تاجي بقى بأدب. لو سمحت يا استاذ نعلمها بقى حسن الادم. عايزة تطلب حاجة لو سمحت يا استاذة لو سمحت يا كزا. نبدأ ايه? لو سمحت. خلي كلمة لو سمحت. من فضلك ممكن تعيد لي مسلا الجملة دي ما تسمحتهاش. من فضلك كزا. نخلي اولادنا يا جماعة نربيهم احنا. على قد ما نقدر. تمام? يبقى كلمة من فضلك لو سمحت حضرتك نخلي التلات حاجات دي موجودة عندنا كده على طول. المدرس طبعا قد مدرسين يختلفوا عن التاني. ممكن مدرسوا الكلافز مش كويس. ممكن يرفع صوته وكده. بعض الناس ده مدرس كده ما نشاركش ما نخليش اولادنا يشتركوا. في الالفاظ ان سخص يستمع على مدرس. لا. يقول له ده المربي ده المعلم. اساس تغيير سلوكيات ناس كثيرة جدا. المعلم. دور المعلم مهم جدا في الحياة. يقول له معلم ده هو زي والدك. كان زي ما نقول لك لو معلم ضربك. يقول لك خل انت كسره. تمام? يعني هتولي عظم كده. خلاص وانا مش عايز اي حاجة خلاص كده. هتقول لك لحمة هتولي عظم. كان اولاء الامور دايما زمان كده. يقول لك ابن واش الوقت يميل لضربك. ازاي المعلم يضربك. ازاي رفع مصوته عليك. ولي حتى ازاي ابن فلان يضربك. ابن فلان ضربك انت. ورفع صوته ده انا اروح واعمل له كزا. وانت ما ردتش عليه. لاجه ما قوله ده حيزميلك في المدرسة. يمكن كان مفعل. يعني فيه الحب. والمحبة بينه وبين زميلاته وبينها وبين زميلاتها. مفيش دارة السخرية وخاصة ما كان البنات دي شعرها كزا دي شكلها كزا دي شكلها كزا دي شكلها قصات الشعر المختلف يا جماعة. نقول لي يا ابن ربنا كرمك. ربنا اللي كرم هدا الانسان. ينفع القزع اللي انت ينفع تخلي شعر كمية الشعر كده. فوق بص اللي شافلك في المراية. ربنا كرمك هل ده منظر الانسان. بناجي اللي لون شعر اللي لون اخضر واللون اصفر والمرفوع في شوية خالص هنا بالموس وهنا كده سم القزع والرسول عليه السلام نهى على القزع. حتى لو ما اتكلم لاش في الدين. قول له انت شكلك شوف انت كده. لو انت شوف شكل كده وصورتك الاول كانت عاملها ازاي وصورتك دلوقتي ساي. ما نقلسش يا جماعة. ما نقلسش القوضة. او هتقلت حد من العيب الكورة او اصحاب الاسب الفنانين او الاسب المشهورين بيقوم ببعض الحاجات اللي ازاي دي وهدولك مفلان ده لابس في ايده دايما على طول كده الحزازة سموها حزازة. تمام? قول له يا حبي دي غلط. تمام? كل هذه الاشياء غلط. الانسان ما يتعلقش بحاجة الا بذكر الله سبحانه وتعالى. مش حاجة تجلب الحزة وتعمل الحز. لأ نعلم نفسنا. الولد قول له ما تلبس حاجة زي دي انت راجل. ما بيش دعك الحزة هو بذكرك لله سبحانه وتعالى. ده هو اللي ادي لك الايه? الحاجات دي كلها من هي عنها. اللي عليك خرزة. اللي عليك. تمام حزازة هنا. اللي عليك. فيها حاجات كتيرة جدا كل هذه الاشياء من هي عنها. نعرف اولادنا وما نسكتش عندها الاشياء. لقول له لا ايه ايه شعرك? اهتم بحلقة شعرك. اهتم بلبسك. من اضبطك وانت ماشي. طبعا المدرسة لازم الاظفر مقصوصة. وراح يعني تمام شكله كده ايه? متضبط نفسه وشرح شعره وطلع بقى كده ما شاء الله يعني ايه? رايح المدرسة. بحاس ان ورده متعطر عشان برضو ايه? الريحة كده تبقى جميلة. تمام بينه ايه? زملائه. ده انا بعد ناس ولك في العدد الجامدة في الان رحت وكذا وفي الان تحاول اتعطر ابنك باي حاجة بسيطة يعني مشان اقول بقى ايه تقولي حاجة غالية ولا حاجة كده بس الهم على قد كل واحد على قد امكانيات ويعني كده. انتقلنا لمرحلة المدرسة يبقى احترام الكبير احترام كذا وانت نازل من على السل انزل على مهلك. تمام? وانت بتقعد على الدرج نفس الطريقة وانت زميلك حاول تبقى ليك مجموعة كده اصحاب. نعرفوا حاجة حديث مهم جدا. بالنسبة للصاحب. نعلموا ان من يشفعون يوم القيامة طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام. تمام? اللي يشفع ايه اللي انا يوم القيامة. تمام? وطبعا حافظي كتاب الله والشهداء. هل نعلم ان الصديق يشفع لصديق يوم القيامة? سبحان الله. عندما ندخل الجنة ربنا يجمعنا وياكم في جنات النعيم. وحد يدخل الجنة بقول له يا رب اين صاحبي فلان? يقول له هو في النار. كان عنده سياءة كتيرة. فاللي موجود في الجنة بقول له يا رب ده في احد المرات يتذكر ده احنا مرة رحنا زورنا مريض. ده احنا مرة استمعنا لخطبة. يتذكر عمل صالح قام به مع صاحبه. تمام? يتذكر عمل بسيط ولا وبسيط. فقول له يا رب لن تكتمل لذتي الا وجود صديقي فلان اخي فلان معايا. عشان استمتع بالجنة. فرب العزة والجلال. كرموا بقى عفقوا كل شيء يعني. تمام? يقول له ايه ذهب واخد بيد اخيك الى الجنة. نعرف ان الصاحب ساحب. ممكن اصحابك للجنة او العكس. نعرف من اصدقاء السوق. ونعرف البنات كمان تقول يا بنت بعد الناس تقولك تعال نحضر عيد ميلاد فلانا. تعال نعمل مش عارف كزا. بعض الناس يا ولد ده فيلم النهاردة كان في السينما كزا. ده فيه كزا لا. نبعد بقدر الامكان يا حبيب. محدد كده. بقدر كان نبعدهم عن اي شيء. تمام نذكرهم كل هذه الاشياء. يا جماعة معظم ما نحن فيه الان من مكافحة مخدرات او علاج المخدرات والحاجات دي. يعني فضل الله يعني نعلمهم حتى يتطوعوا في اي حاجة كده مسلا في الاسعافات الاولية. اي حاجة في المدرسة فيها تطوع. للخير نقول لهم شاركوا فيها. يعني فضل الله سبحانه وتعالى اننا في يعني علاج الادمان من المجان. فنشوفنا عدد لا تتخيروا. كله بدايته كان الصاحب بس. هو بفرح اشرب الصجارة دي لانا ما بشرفش خالص بس دي عفرها. اتروأ دمها. وبعد كده مرة في مرة خلاص اصبح مدمن. ولذلك يعني في الحاجة اللي زي دي نقول لي يعني الحمد لله دي عفانا ما ابتل بيه كثير من الناس. ده ابتلاء يعني اي واحد برضو عشان ما نصخرش من اي واحد. وبتولي باي شيء. لانا في لحظة ممكن نبقى زي يبقى نعرفه البعد عن اصدقاء السوق. اما يقول له ايه اللي حصل في المدرسة النهاردة عملت ايه وانت عمل يبدأ يحكي لك. وانت هو بيحكي لك خد منه بعض الحاجات الجميلة اه ما شاء الله تمام تمام. والحاجات التانية تقول لي هاريت بتعملش كده خليك في الحاجة الافضل انت عملتها كده. يبقى نستمع دلوقتي بقى دون بقى اي حاجة في المدرسة دون الكلام اللي قاله المدرس. اول برضو نعوال لهم اني دايما يكتبوا يبقى فيه زي اجنتا كده ولا ذكرها اي حاجة المدرس بيش رح يحاول لشغبة يعني يكتبها كده مش بحس حاجة لان الحاجة عشان تزبط في الزهن الكتابة بتخليها خلاص ما يبقى فيه النظر تمام والتكرار بلو قالها في سره كده او بصوت مرتفع مع الكتابة دي بتزبط في الزهن دي يعني. يبقى قضينا يوم المدرسة والحمد الله ازا كان وقت الفسحة اكلنا اكلنا وازا كان قعدنا كده واعدنا بقى اعرف على بعض في الزميل في المدرسة. جينا نرجع برضو احنا رجعين على مهلينة بقى وحنا يزول له وانت نازل من على السلالم على مهلك. تعالوا فيه سلالم. وانت خارج ما تتدفعوش في الباب. والله انا شفت قبل امس منظر في شارع الهرم الرئيس يعني. الجنب الثاني كده طلاب ما سألت عنه ما كنت لسه هبارك بالسيارة كده وماشي. فارقيت مضربات حوالي مش مبالع عشرين تلاتين واحد. ده يضرب هنا ويدرب هنا. وبالما وصلت الناحية التانية عشان العربيات. قلق مجموعة. الشباب يجب يروح ضربين في اللي حد وقع على الارض. يعني مش هعارف انت تزهر كل واحد لها الشلة بتاعته. بقى نبقى 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 ده عن دي. الولد الجامل فقى يرمي شرطته كأنه بيحارب. يا ولد انتم في سنة ايه? ده اللي حصل ايه يعني? ايه اللي خلع الحزام واللي خلع كزا وكزا? يعني ايه اللي حصل لولادنا دلوقتي? ليه نتيجة الحاجة ما يشهدون من عوف. ابنك بقى رجع بالسلامة سواء وصل كان قريب من المنزل ولا ركب موصلة معينة ولا تمام? وصل ما وصل بالبيت سالم. اول ما يوصل بقى البيت تروح حضناه كده او حضن بنتك. حمد الله على السلامة يا ابني وروح بقى السلامة. انك وصلت بالسلامة. والله العظيم ده افضل حاجة. تروح بس ابنك كده او حضناه وبنتك نفسه. وصلت بالسلامة. ابنك راح المدرسة. ورجح سالم ده فضل ونعمل عند الله سبحانه وتعالى. سيبيه رايح بقى شوى ويبدأ بس لو عايز اسأله مسلا كده وقت معين. طبعا تنظيم الوقت مهم جدا بالنسبة لأوليقى الامور. وقت دولة تغدى عايزي رايح شوية لو مفي ناس بتعودك كده ساعة ولا حاجة ابدأ حل واجباتك. تمام? مش نتكلم على الدروس يعني في حاجة مهمة جدا برضو يعني اه لو اتكلمنا بقى في نظام الدراسة والحاجات دي احنا عايزين حاجتين بس تعلموا الاولادكم من صورهم. تمام? دي حاجة مهمة جدا. قراءة حفظ القرآن الكريم. قراءة القرآن واللغة العربية. اللغة العربية دي اساس كل حاجة عشان بني كون متفهم. في طلاب الاسف واصلين مراحل ثانوية. اقول له ابنك مش عارف يكتب حاجات. مش هقول لك مع الالفاظ اللي مش عارف يكتبها الولد يعني. يعني الفاظ معينة الولد مش عارف اه اللي يبقلها وتاني يبقلها. يقول اصبعها مدرسة اجنبية طرس حياته. طب وبعدين. قل له القرآن القرآنية دي. هل يستطيعني يقرأها? تمام? جملة لغة عربية لا يستطيعني يعريبها يا جماعة لغة القرآن. عايزين نرجعها. مش هنتكلم بقى عن الدول التانية ونتكلم عن اللغة الانجليزية ولغة انت بتحارب. لا بالعكس. المفروض لحد ساتة ابتدائي لا نزل بس إلا اللغة بتاعتنا بس. بعض الناس قلت لك عشان هيطلع هيطلع كزا ويطلع له. يا عم انت بعد ساتة ابتدائي تقدر تشكله وابقى في تلتة اعدالة السنوات وتلتة السنوات السنوية العامة. اي معلومة هيقدر اخدها من من اللغات اخرى. انا ما نسمع دلوقتي ولا دولك في كيش يوارد في الماني. ده صيني. ده فرنسي ده انجليز. خلي يعرف. وليه الدول التانية مش هنبقنونا عزين نقلد الناس التانيين. شوف المانيا. تمام? فرنسا. بريطانيا كل ده بغى اللغة الاول لحد ساتة ابتدائي يغض اللغة بتاعته الاولى. تمام? ونقولش هنأسسه. أسسه الاخلاقيات فقط. ابنك يخرج اي حاجة ما كونش اخلاقاتك كويسة دي احنا كده فشلنا ايه. في تربية ايه? تربية اولادنا. يبقى الحاجة المهمة جدا. تمام? ان احنا نحضن اولادنا ونحب اولادنا. ناجي بقى نسأله طيب. واهم شيء حاجة تانية مهمة جدا. اقعد مع ابنك بقى انت حليت النهاردة او بقى الواجب. اه ده انت جبت ممتاز النهاردة. ما شاء الله تبارك الله. طيب ابنك وراك انجليزة وانت متعرفش كلمة انجليزة. يا ابن ادعطي لك نجمة. ادعطي لك مجامل. اقعد شاركه في اي حاجة. دي حالتها ازاي? ما شاء الله تبارك الله. تمام? وقال عندك حد صغير بيرسم. اروح معلق الصورة بتاعته. جراز ما بتاعته. يقول ان شو ده? يعني عشان كنا نكتشف المواهب. فضل الله في السعودية. ده من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كنت في لجنة كتشف المواهب. تعديل السلوكيات. تمام? التميز القيادة. اه كل ما له علاقة في التميز. فضل الله سبحانه وتعالى. وشاركنا فيه وكنا فعالين وقدرنا نعمل حاجات فيه من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني كتشف المواهب ثلاث يعني حاجات كده مسلا بسيطة جدا. ولد بيتكلم كتير ويتكلم ويرز. احنا بسميه ولد بسطر راغي. اللي عنده راغي كتير ده ممكن يطلع مقدم برامج يطلع قياضي. يطلع حاجة مهمة جدا. ولد بيحب يكفز ويجر كل شوية بتلقى الامة ده مسلا اه الحديقة. وشوية قعد هنا جنبي. اوقات يجري من هنا. اوقات اتنطق. يا سيدي خليه تعطيش انا ينطلق الطاقات اللي عنده. يعني الطاقات اللي عنده حاول يعني ايه تمام ايه يعني ينفس عن الطاقات اللي عنده كده. وتبعيه في نفس الوقت مش يعمل حاجة خطر يعني مش معنى كده بقول اكسيب ابنك بقى يعمل اي حاجة خلط في الحديقة ولا كده ما عم تبع ليه. بس بيجري يلعب كده يعني. اللي بيجري دي ممكن يطلع لعب كورة لعب رياضي مشهور زي محمد صلاح. طبعا وخلي بقى ده الصور خلي بقى القدوة دي بقى محمد صلاح. دكتور مجد يعقوب. احمد زويل الله يرحمه. تمام? عندنا القدوة هاتولنا كل امثلة للقدوة. الطلاب اللي عندها اللي كانت عندنا كلهم ايه? متميزين. نقول له شفت بقى الفريسكا. شفت بنتباعات الاحذية. الفريسكا دخل ايه والجاله ايه و ايه و ايه بسبب ان الولد. اللي كان من اول الثانوية ما ما تعيبش من ابوه يعني كده. فكان شعيب ان يبدأ يشتغل مع ابوه. بنتباعات الاحذية. بنتباعات الانبيب. بنتخدمة الحارس بتاع العمارة. يعني زوفهم المعيشية على الدوم. ولكن تفوقوا على الاعلى طولة الاولى. الاول على مصر بحالها يعني. فنعرفوا ان مش احنا بقدر الامكان. دي القدوة لنا. نتذكر بقى الرسول عليه السلام. واستحابة الرسول عليه السلام. وندله قصص. لان الاسف بعد. يعني الاسف دلوقتي الان. بعد برامج الاطفال. نحترس منها جدا. زي البدجي وبعد اللعبة يا جماعة الان. ناس كتيرة جدا. انتشرت الاعلى بخطر. اسمعنا قبل كده الحوت الازرق اللي الناس كانت. بتشهم نفسها ويمتحروا. لعز اولادك في اللعبة ما ياجي في البيت. لان احنا حاجة مهمة جدا. طبعا الوقت الولد يقولك انا بذكر على النت. الاول كنت تقوله تفتح الكتاب. في وقت معين مسلا الساعة كزا. يقولك انا مفتح التليفون علشان اذكر منه. فمش قادرين مش هتقعد بقى كل شوقات بصيله وبتعمل ايه في التليفزيون التليفون وتعمل كده لأ. او كده كده بنحاول نوجهه بقى. ونحاول احنا نجيب له الحاجات الجميلة. يعني بعض الوسائل او الحاجات اللي هي ايه تكون مفيدة. في التليفزيون. برامج كده في مرامج الاطفال برضو في تحدث باللغة العربية. برامج مهمة جدا. برامج كلها يعني اه قيم ومبادئ. تمام وهي برامج الاطفال. ونبعد وخالص عن الالفاظ وبعد الحاجات اللي فوق عنف. ده كانت لعبة كانت زمان ناجي كنا نقل طلاب في المدارس. ده الامر ليه? عليك اللعنة ولا عوض بالله من الشيطان رجيم. انتشرت في عدة سنوات في السعودية. الكلمة دي ليه لانا كان حاجة مش اقول اسم اللعبة اشان احسن الولد يجيبوها ولا حاجة ولا حد اسمحها. كانت حاجة برضو عن الحرب والحاجات اللي ازا دي مفيش حاجة اسمها ما شاء الله وبسم الله ولا. الولد بقى يرضى بزميله وقوله اه ده الامر ايه. ما يلعبه مع بعض. تمام? والالفاظ اللي تقال الفاظ كده لا. يبقى نعود الولادنا الولادنا ازا رجع من المدرسة في نفس الوقت. رجع سالم كده نبدأ ننظم الوقت بتاعه بقى كده. ونشوف اكله بقى الاكل الصحي. ونشوف عمل ايه في المدرسة. ونشوف اشترى حاجة مضرة برضو ولا لا. نبعد لو اشترى مرة ما نعنفوش بسرعة يا حبيب ما تنفحش تيجب الحاجات دي. الحاجات اللي هي الحاجات المكشوفة والحلوة المكشوفة. والحاجات اللي تباعد من بقى الجائلين طبعا ربنا هديهم وصلح حالهم بعض الناس يقول لك سيبهم تسترزع. يسترزعهم مش على سابق اولادنا. تمام? انت اشتري من محل مسلا معين عايزش البسكوت عايزش تري حاجة. اه يعني او كده من محلات اللي هي الرسمية لشان عليها توجهات وتفتشات. ابن بقى وصل البيت. احنا اخدها كده تمام? بدأ حلاص يأكل ويشرب وكده بدأ ينام شوية بدأ يذاكر. نحترس بقى ايه? نشوف بيشوف ايه بقى على ايه نت وبيشوف ايه المذاكرة بتاعته. ونبدأ معاه برضو احكي. اقعد. انا عايز اي اب. واي ام اقعد مع ابنك مع كل واحد من اولادك لو عشر دقايق والله لو خمس دقايق. قليل دائم خير من كثير من قطع. بعض الناس تسألوا لك والله ما ادري فولادي في سنة ايه? ما انا بس بات عب علشانهم يا عم انت بتتعب علشانهم انت بالعكس انت بتتعوم وبتتعب نفسك. لقد الله حصل حاجة تسيب لهم حاجة اللي هو ايه قربهم من الله سبحانه وتعالى سيب لهم من الاخلاقيات بقى. انت اقعد بقول لك وعد مع ابنك خمس دقيقة كل واحد ايه عملت ايه نهار دورين الكتاب كزا. انت حتى لو متعرفتش في المادة. افتح كده. تمام? وروح شايف ايه? يعني ايه وانت بتفتح. تمام? شوف ابنك الكتاب اه ماشاء الله دعطوني نجمال نهار ده يا بابا. تمام دعطوني كزا. ماشاء الله تبارك الله. تبورين الولاد وانا ادي لك ايه? وانت خليك دفتر عندك كده. مذكرة وكتب ده ابنك المتفوق في كزا وابنك المتفوق في كزا. تبقيرك انا صور لك الصورة دي النهار ده بقى الفيديو واستغل بقى الحاجة زي دي. كل مبنك ياجب عمل كويس جدا او بنتك من برة. سواء كبير ولا صغير ده النهار ده تفوقت بكزا. النهار ده خدت كزا. اه لا. هنعمل لك بقى ايه? مدوانة كده. نصور لك الحاجات الجميلة اللي انت عملتها كده. وكنت وقف عامل ايه النهار ده باللبس ده انت اجب ما شاء الله روحت لبسك نظيف ورجع نظيف. انا عايز اصور لك صورة كده. نحتفظ بها وانت ودقة زي الامر كده وانت بنت جيحتي بلبسك زي ما هو حفظت عليك كده. يبقى الاهتمام باولادنا وتربيته منك توعد مع ابنك خمس دقايق عشر دقايق قلنا تقول لي عند اربع خمس اولاد يا عم خمس دقايق كل يوم حتى اتنين تلاتة منهم. يعني معلش يا جماعة اولادنا دول امانة باعداتنا. يا ناس كتيرة اصحاب مليارات واصحاب لك بعمل لأولادي وناس كتيرة جدا معلش يسرق وينها بيرتاش ولك عشان اولادي. يا عم سبحان الله يعني ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعني نحنا رزقهم يعني ربنا سبحانه وتعالى برزقهم واياكم ربنا هو اللي برزقنا جميعا يعني تمام? لا تخشى عليهم الفق اخرخ اخشى عليهم من بعدهم عن الله سبحانه وتعالى. ربيهم تربية كويسة. يبقى ابنك بقى لو في فرصة بقى قدرت بقى ايه تنتبقى لو حاجة كويسة قدرت تقرأ ايا قرآنية كده قدامه او جزء بسيط او صورة صغيرة او قل له ارايك بقى كل يوم كده نقضى ايا بس واحدة بس كده. يعني خلال الفترة دي خمس دقائق كده نقرأ فيهم ايا قرآنية كده نبدأ من الاخر كده نراجع حاجات معينة. ونركز يا جماعة اللغة العربية. ونركز ما قلت على القرآن الكريم والتربية الاسلامية. دول كتيرة زي السودان ليه تبنبولي ابن ناصب تلتة ثنة والسنة دي الكلام ده مهندس. بولي ابنتي رصبت في التلتة في التربية الاسلامية. وفي في الملحقة برضو رصبت مرة ثانية. طب احنا يا جماعة بعدين يعني ما كنا احنا وصلنا لحد كده. احنا الاخلاقيات هنتكلم عن دول اوروبا. تطبيق اللي مبادة الاسلام هو مش مسلمين. اليابان اسباب تقدم اليابان ايه? حاجة اسمها اهتموا بتربية اخترام الكبير. ستين في المية من من تعلماتهم في الاو في ابتداء الاخلاقيات. تعلموا هذا الاخلاقيات. خلص. مش محتاج بقى امتحانة يروح امتحن في البيت. هاي طول بقى امتحان في البيت سواء في ابتداء اعداد الثانوي. والزام هناك يختلف عنا. احنا مرة كان واحد ياباني بكون في دورة في الامارات بناخدها عن التميز. فكان بدينا مشرف من يابان يعني كالطرق على الحساب السعودية. في دورة دولكن الحياة صرفين كتير عشان برضو عارفين احنا بنعملهم ايه. والعائد عليهم ايه. فمن ضمن الحاجة بقول وانت رايح. الشغل بتاعك. بصيارتك. ازا روح تبادل مسلا خمس دقائق. يقول وقف صيارتك اخر واحد في في الموقف. ادي فرصة لو حد جاء متأخر دقيقة عشان بتحس بيكون جنبي الباب. شوفوا الايثار. واحنا شفناهم في كاس العالم هنا عملوا ايه. نظفوا اماكنهم. فانقول لي ما نقولش لابننا انه نظف الاماكن. يا جماعة عشان افضل الله عشان بالنسبة بس اقول مثال واحد كنا عملته بالنسبة. يعني نضفت المدرسة هناك عملناها ازاي وشاركنا بها ازاي. فضل الله انا تدرك طبعا من يعني فضل ده فضل من الله سبحانه وتعالى من مدرس لغة عربية ومدرب كاراتيل رائض نشاط. لوكيل مدرسة المشرف عام على المدارس. مستشار مع التعليم في مستشار الاحد. آآ جرادت برضو في كده والحادل الامرة والحاجات دي يعني هم ربنا سبحانه وتعالى. وانا مشرف عام كان حوالي الف طالب في مدرسة ابتدائي واعدادي وسنة وهناك بسمه متوسط يعني وكده. فكت ادي المشرفين فكرة كانت تجيل والله بالليل كده روح بس ايام قبل التنمية بش روح مسجلها كده قبل منام ولا حاجة او حاجات. ادي المشرفين لمغزة كياس بسيطة كل ما الاولاد يأكلوا في الفسحة. كل مجموعة ياخدوا ايه كيس معاهم. ياريت برضو لحد سمعنا في التعليم يطبقها او ينصر مع العمل يعني الخير ده ايه. يدولوا مجموعة كل مجموعة يتاخد كيس من الاكياس كده ويدولي الاولاد المعادين. ويالله ونشوف ايه كل واحد يرميل في الاماكن مخصصة لهم. اقول لهم كل يوم طلعوا لي كده من كل فصل او كده او حوالي عشرة كل يوم من الايه من السنوات المختلفة. تمام? ناجي في الطبور. عشان الناس بدنا يجي لما كنا عرضنا الحاجات دي على بعض المسؤولين قال لك محتاجة كل حاجة محتاجة فلوس. مكنسي محتاج فلوس ولا حاجة. فضل الله سبحانه وتعالى. احنا كنا بنروح لاناك ناخد نروح جابين شهادة تقديم كنا عندنا الالف ورقة كده كانت له ورقة ايه فور دي تمام او اسري بتاع التصوير. تمام? ندي الوقت لها الشهادة بس من الاولة كده. نحط اسم عاملين قايمة كبيرة جدا تحول حوالي خمسمائة طالب كده جنب بعض صورة صغيرة نحطها في الطلاب المتفوقين. الطلاب المثاليين. نحط اسمه على موقع المدرسة. ده مش محتاج فلوس بقى. اما تجي تفتح ابنك الطالب تمام? اه ده ابن في الاحدار. شوف ايه? حطهم صورة صوفين. الصورة طبعا معطرق في الما متصل بالتعليم طبعا كله طبعا مع نظومة واحدة. متصل بالوزارة. اما تفتح على الموقع بتاع المدرسة. اللي تلقى ابنك الطالب المثالي فين? في النظافة. ده حاجة كويسة جدا. تاني حاجة الكاميرات كانت تشوف طالب مسلا وجدت حاجة في الارض كده وراح شهيلها. نصلى بنركز الكوة ورجع لهم الايه الكاميرا. تاني يوم على الطالب. الطالب ده كان طالب مثالي ام بعمل عمل تطوعي وامل بعمل كويس جدا. تمام وعمل خدم للمدرسة. انه وجد حاجة في الارض فراح شهيلها وحطها في الاماكن مخصصة لي. وندروا جايزة. يعني اي عمل كنا نشوف الكاميرات كده اي تميز وانه قديه قدام الطلاب ويسقفوه له كده ويشجعوه. فتخيل بقى يرجع البيت بعمل ازاي دلوقت انه عمل حاجة حاجة كويسة. الحاجة التانية اقول له ادخل الفصول. اي فصل اطلع لكم تطلع لهم كل فصل واحد او اتنين كده يوميا برضو. روح مطالع كل الفصول نظيفة الحمد لله. وروح بس تحت رجلين كل واحد كده وماشي طبعا عشان نشوف اولاد عرفه خلاص. يلقى الاماكن بتاعت الفصل نظيفة وروح مطلع فلان النهاردة وبعدين بقى اكرة فلان وفلان. برضو روح منادين الطلاب افضل فصل طالب سنة كده كان افضل طالب النهاردة فلان الفلاني وفلان الفلاني. خد شهادة واسمه تحط تمام في اللوحة بتاع المدرسة واسمه في طاعة الموقع. حتى لو اسمه في الموقع بس يكفي. تخيل بقى اما ابنك كنا بنوغد فترة طويلة جدا في النشاط اللي هو اللمان هاجي كان ده ايه? والحاجات دي يعني تخيل بقى ابنك تخيل بقى المدرسة كانت عاملة ازاي? كنا نقول ما نخليش العامل ده. اقول لك يا استاذ ما بعض الطلاب برضو يا استاذ ما ده العمال دي تجل ايه يا حبيب ما تحاولش ساعدهم. دور بنظافهم مسيكوا المكناسة ويعملوا حاجات كتيرة. انت ساعدهم ما تخلوش احنا ظهروا. كيفانهم كباروا في السن او الشباب برضو حتى لو الشباب ولا كده. ما تخلوش. ودايما يحترموا الكبير. يقول لي عم فلان اقع اياك ترفع صوتك على الايه على العامل ولا كده. يعني ما ما ترفعش صوتك على اي حد من العمال. احترم الكبير الراجل يقف على المدرسة. احترم انت عدم السخرية يعني بالنسبة هناك. ما قولش يا هندي يا كزا يا كزا لا. نقول له الرسول اللي دي مهمة جدا برضو. نقول دعوها انها منتنى لها العصبية الجاهلية. اللي اوصبها الرسول على السلام. ده ابن فلان ده ابن كزا ابن كزا لان اقرامكم عند الله اتقاكم. كان بلال مؤذن الرسول عليه السلام. كان رسول يقول له اسمع قرع عليك في الجنة يا بلالي. رجليك كده بسمحها. يعني دخلت الجنة خلاص. لماذا بلغت ذلك? كان يقول له يا رسول الله لا ينفك حتى اتوضى. يمشي متوضى ويصلى ركعتين. يا جماعة من استهوانس يشوف البلال مؤذن رسول. ففي احد المرات قال له الصحابة يا ابن السوداء. ماذا فعل بلال? طبعا رسول عليه السلام علي غاضب الرسول عليه السلام من هذا الصحابي. كيف كله لبلال كذا هذا الكلام. يعيره تمام ان والدته السوداء وهو اسود. فماذا فعل الصحابي? ذهب لبلال ووضع خده على الارض. خده كده وميل كده. قال له يا بلال ده قدمي على وجهك. انا غلطت فيك يا بلال. طبعا بلال صحبت الرسول اللي تربى يا جماعة احنا ليس مع عنهم ونعمل يمن طباقش على قد ما لقدر. قال له والله ما كنت اضع قدما لوجه. تمام? سجد لله سبحانه وتعالى. انا دوس على ده انت اقوم ام ده انت اخوية وراح ايه? مسلمين على بعض. ما انا عاود اولادنا ما انا عاودتش قول انت طالعا ما تقولش شيء. قلت انها تارس جدا والكلام ده مهم جدا. ابنك هاجي المدرسة اقولك البنت كان عندنا بنت او بنتك. دي بنتي في لانا جاي كزا دي بتعرك برجليها ده مش عارف ماشية كزا. اي اذا بنتك ذكرت اي صفة سيئة. لطالبها معاها قولها ده غلط. يعني انت ممكن تبقى زيها. وما نعرفش ظروفهم ازاي. وابنك كزا لك لو ذكرت لك اي صفة في اي طالب من الطلاب. لابس مقطع زي ما قولك ده ظروفه كزا ولا ماشي مش عارف ايه ولا شعره مش مهذب او او. تمام? قوله ما نسخرش منه ممكن ظروفه ممكن ملحقش ممكن الصبح ملحقش صرح شعره ممكن جاب سرعة كانت اخر وكده. نعود اولان الحب. عشان تنجح يا ابني حب لاخيك ما تحبوا النفس. يا جماعة الجماعة المنظم الشعراء. وندعو الله دائما. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القولة فيتبعون احسنها. والله من فضل الله سبحانه وتعالى من سفرت اكثر من الدولة. ان دايما يعني كنت اسمع حاجات كتيرة جدا وكنت تطبق في نفس اللحظة. يعني كان الواحد يطبق الحاجة على قد ما يقدر. احنا بشر. زي ما قلت اولها مرة تانية. نعرف الخطأ الصح وكل الناس عارفة. ولذلك بنسمع. تمام عن ما يعني الاشياء لا نتخيلها اخ مع اخوه اب مع اوب اللي قتل كزا. بلاش نكرر يعني حاجات يد ما لها الجبين يعني. من هذه الافعال. نتيجة ايه? التربية. يبقى نركز على اولادنا. ما يهمناش بايه بنتفوق. طلع الاول. تمام? في اي جامعة من الجامعة ولكن اخلاقه سيئة. يبقى نركز على الاخلاقيات. ثم الاخلاقيات ثم الاخلاقيات. وزي ما قلنا كل واحد يذكر نفسه. اذكر نفسه اياكم. تمام? ان الاب برضو ما اشربك العربية وابنه ما راح يوديه وليه واحد يا ابن كزا يا مش عارف ايه. ويتنرفز ويعمل وقول لي يا ابن خليك هاد يا واحد وتنرفز على حاد. والاب اللي بروح مسك بتاع حاجة من السيارة كده وروح رميها وانتشرت الان حتى طفي السجارة. تلقى واحد باتة عربية فخمة كده مرسيليس باتنان تلاتة مليون وروح رمي فاتح الازاز وروح ايه? واحد مرة بقول لي وقول لي اواجات فيك. يعني شوو اللي يعني الباجاة حمزة في اللحظة وصلت فيه. قلت له كان ممكن ما لو جات فيها اللي واعلمه. العربية ولا لعت كده لهم رأت. فالمعربية مكتوبة عليها يعني حاجة زي منصب كده معين. قلت له ما الحقيقة لو انت في المنصب ده تسيق لنفسك وتسيق لك يعني ايه? فقال لي قلت له الحقيقة يعني يا ريت تلتازم يعني. فالحقيقة كان جابه واحد كده اعتذر هو برضو ايه كان فيه المنصب ايه وكده يعني. قلت له الحقيقة معلش انت تبقى قدوة. يعني السجارة ما ترميها. عندك انت شغال مكيف والعربية على اعلى مستوى. وعندك حاجة تطلع العربات الفاخ مري بيطلع لك حتى رواح من الكريه من العربية. فما فيش دقل كده يعني. فمه من الكلب انت قدوة لأولادك. والقدوة نعيدها اكثر من مرة. يبقى دخلنا بالنسبة لايه الحاجة دي. في بقى حاجة مهمة جدا الرياضة. احنا عندنا في السعودية الكاراتي والسباحة مواد اساسية في معظم المدارس ومعظم المدارس الخاصة. حصتين لكل ايه المرحلة من المراحل. يعني ابتداء يعدالي ثانة وكده. يا جماعة الرياضة اساس كل شيء. يعني الانسان الرياضي ده خلاص. احنا كل غرضنا دلوقت ان احنا نبقى للاولاد عن الاعاب النت المختلفة. ابنك اصرف زي ما انت عايز. هتقول لي يا عم ما عنديش فلوس انا وديه النادي انديها غلت. يعني شاحة شعبية. اه حي حاجة كده بسلا المركز الشباب. اه حد كده بيكون بيدرب برضو اغدبالك في الفكورة برضو يكون معترض بي عن حاجة رسمية كده في الصلاة والحاجات اللي زيدي. وتابع ابنك. تابع على قليل واندائم خير من كثير من قطع. وكذلك في البيت برضو عايز الاب يهتم بالرياضة والام. انا كنت بتكلم اثر رياضة في تغطيب الاخلاقيات فبقول على الام في البيت تعمل رياضة. الناس بتقول لي يا عم احنا في السعودية تقول لي راح لزوجته كزا. قلت له ما قولكش تروح. ازا كان فيه صلاة خاصة للنساء. ودي موجودة عادي. ما كانتش في في البيت انا قصد تعمل حركات بسيطة قدام بنتها وابنها. حركة ضغطة حركة ايوان احنا بنصحة يا جماعة نصحة الصوم. مش الواحد بيعمل بجسمه كده الاول حركتين ما دي حركة. يا حرك بيته كده مرتين ثلاثة. تمام? تحت وفوق. يعني حاجة يوم يعود. يعني حاجة لا تستغرق منا. يعني خمسة دقائق. بس انت عامل قدام بنتك كده. او هو يعمل والاب كذلك. وانت رايح كده اقول لي يلا نلعب حركتين شوية الصبح كده. يعني ممكن ستا قلع الهات تدي. يعني بعض الحركات في الرياضة كده ايه? يعني نعلم اولادنا. تمام? نقول له الرياضة الجسم السليم. العقل السليم في الجسم السليم. تمام? وان القرآن الكريم وكل الادلة طبعا. يعني الكل الادلة القرآنية وكل حاجة. يعني دعتنا الى وعدوا لما استطعتم من قواتنا من رباة الخير. تمام? ترهون بها عدو الله وعدوكم. فالآداد البدني والآداد كده. المؤمن القوي خير من احبه لله من المؤمن الضعيف. ففي كل الخير. وطبعا نقصد بالقوية القوية في ايمانه. تمام? وعدم استغلاله القوة دي. تمام? سيدة عبدال ربما الخطاب رضي الله عنه علموا اولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل. الرماية والسباح وركوب الخيل. يعني طبعا اللي هو الرماية اللي موجودة مثلا حاليا بالوقت الحالي نكن بالساهمة او بالنبل يعني وكده. يا جماعة انا عود نفسينا الرياضة الرياضة هتخلي الولد كله وحطه قدام القضوة. عندك محمد صلاح. عندك ابطال السندي ما شاء الله. يعني عندنا في الكراتين ما شاء الله في ريال اشرف الاولى على عالم ما شاء الله. والرئيس طبعا ربنا احفظه شوف اهتمام الدولة. في كبري اسماه الان. يعني حتى اول مرة في تاريخ الرياضة او في تاريخ. نسمع. كنا ندعم مع الناس نسمع الناس اللي هم مثلا الشهداء او الناس اللي كانوا في القوات المسلحة. الاشياء تسمى الشوارع او او بالنسبة الكباري. دلوقتي الحمدلله الرياضيين. تستخيل بقى ابنك يظل مرة التاريخ او ابنتك مرة التاريخ. الكبري ده بتاع بطلة من ابطال العالم. السنة دي كان عندنا عدد كبير جدا من الرياضيين والرياضيات من ابطالنا. ابطال مصر. ابطال العالم اللي رفعوا راية مصر على مستوى العالم. وراية الاسلام. وكلهم ما شاء الله يعني شباب وشبات ولسه يعني آآ آآ رام اللي هو البطل العالم في جمال الاجسام. لسه واصل من كم يوم. وكل مرة بنشو. تطلع لنا عادات كتيرة. قل لابنك هو ده القدوة. خلي الناس من اولادك كده هم القدوة يكون رياضي. رياضي متميز باخلاقياتي. ونحاول يا جماعة بس نبعدهم احنا شوفنا دلوقتي الحاجات اللي عملا انتشرت دلوقتي بعض يعني الحفلات الاسف يعني كل غرض هذه الحفلات او يعني الغرض من اظهار اكبر قدر تمام من جسد المرأة. بالله عليكم. هل ينفع? يعني بعض الناس بتسألني كانوا واحدة قلت له يا هل انت تنفعي? تمشي انت واحدة ملتزمة مش هنقول يا متحجب على هو الحمد لله. ينفع تمشي قدام الناس كده? تقول لي تا ما بيشهروا بياخدوا فلوس مع بعض الناس كده. وبعض الفنانين طبعا ربنا يهديهم وبعض المطربين وانت بعرفين واحد معين ضمر الشباب باكمله. يفتخر بعربيته ويفتخر بنفسه. محمد رمضان عشان الكل بس يعني يعني يعرف ان انا بكلم فاقصد هذا الشخص. ندعو انا ربنا يهديه ويصلح حاله. ده الهدايا ربنا يهديه ويصلح حاله. يعني ضمر شباب كتير جدا تلقى اصحاب التكاتك والمتسيكلات مش عغالين اغاني ولا حاطة صورته ولا حاطة الكاهوة ده اقول لك الاسطورة. اي اسطورة? احنا عندنا الاسطورة الناس الشباب التمام والناس ما اكثر اسطيرة عندنا. ابطال القوات مسلحة الشهداء ربنا يرحمهم ويجعلهم في جنات النعيم. الاسطورة اللي حصل في اكتوبر تلاتة وسبعين. هبابنا اللي هم يعني عملوا ازاي قصص ومعجزات. نخلى اولادنا يستمعوا الحاجات اللي زي دي. من قريب كان في احتفال باكتوبر. حار باكتوبر. كنت دايما تشوفه. خلي اولاد اسمعوا. اسمعوا اللي هو ده هو الايه. وده هو الايه. ومحاربين القدامة والوية. والناس اللي عايشين. دي حقائق معجزات من عند الله سبحانه وتعالى. ازاي خط برليف. ده نفض نفكره. تمام? وما رميت. ده رميت ولكن الله رمى. شوف شوف ربنا سبحانه وتعالى. خط برليف لا يكهر. نعرف ابنه الخط ده كان ازاي ونظامه كان ازاي. ويعني فضل الله اقتحمناه بابسط الامور. بالمية. وما يعلم جنود ربك الا هو. كان فعلا ناس كتير تقولك ان ربنا الجنود كان بتحارب معنا في اكتوبر لان نقولنا الله هو اكبر. نعلم اولادنا بقاءات القصص الجميلة. الحاجات اللي فيها حاجات مشوقة وحاجات فخر المصر تذكرها لابنك. وان ابتاعت حاجة مهمة جدا ابنك لو قالك اشاعة معينة ده سمحت النهاردة كزا. مثلا على سبيل المثال يعني انا سمحت بابا بكرة في المدارس لمدة شهر. او شهرين خلاص شان كورونا. ده مين اللي قال يا ابن ده فلان وفلان وفلان وفلان. لا يا حبي دي اشاعة. دايما نخل اولادنا. تمام? حتى الاشاعة لو كانت حققية. تمام? يبقى من ما سطره مسلما في الدنيا سطر الله ما القيامة. نقول له اي حاجة تمس بلدك. تمس رئيسك. تمس جيشك. تمس شرطتك. تمس بنت بلدك. تمام? تمس آآ اقاربك. تمسك انت ما تذكرهاش بسوق. اي حاجة لا اذكر دايما الخير. وبرضو عايز الاب ما بقعد مسلا شاف موقف في التلفزيون اه ده كزا وروح متكلم على شخصية معينة كده. تمام? او اتكلم على ما يا عام ده كله كله كلام ده كله مش عارف ايه ده كله ابنك عارفوا ابنك شوف عمان ايه وعملنا ايه وعملنا ايه. تمام? نعرف اولادنا يا جماعة ان عدم نشر اشعات. الاشعاء لو وصلت لك كل يوم بطلعنا بتعمية اشعاء بتطلع يوميا. تمام? ومش عايز نتكلم بقى المدرسة ازاي والمصاريف والمدرسين والوزير. طبعا ربنا يهدي الجماعة القائمين على التعليم. يعني مش نتكلم في الموضوع ده. احنا خليه انت تعمل ايه? من اراد الرضا فليس له الا الرضا. من اراد السخط فليس له الا السخط. فاحنا نحاول ايه? نعلم اولادنا بقى يا ابنة حتى لو في حاجة والمصاريف زي ده ولا ربنا هيقدرنا يا ابنة. انت اعمل اللي عليك. والله يا جماعة مالش احنا انتاشر دلوقتي عملية الدروس الخصوصية بطريقة غير عادية. والله لو ابنك بس. والناس في ناس بتاخدها زي موضة ناس ابن فلان خاد وابن فلان وابن وابن ابن كزا لا. حاول ما تحاول يا عندك القوناة الفضائية على قد ما تقدر. انا عارف الله يساعد اولاها الامور دلوقتي اشنا الدروس الخاصة بقى اتعاملة ازاي وكده. والله يا جماعة الاهم شيء قبل ما ابنك يتفوق. وعيدها تاني يتفوق علميا عايزينا تفوق اخلاقيا. يبقى الابن ان يتفوق الابن يكون لازم يتميز بالاخلاقيات. يعني يكون الابن اخلاقياته يكون عليها. ده اللي احنا عايزينه يعني وكده. يبقى الاب يكون قدوة لو احنا عدناها كده. تمام? وآآآ دورات التدريبية للاولادنا. نقول للا اولادنا برضو اي حاجة فيها مسلا زي ما زمان يقول لك الاسحافات الاولية اللي اشترك فيها. النشاط مثلا الثقافي. النصاط المسراحي. التمثيل. الرياضة. اي حاجة خلي ابنك يشارك فيها. نعلمه الثقة بالنفس. الثقة بالنفس تأتي عن طريق المشاركات في الاشياء اللي هي في المدرسة. نشاط اللي ما نهاجي. تمام? مشاركة في اي حاجة. فيه مسلا حفز القناة الكريم نشارك فيه. حاسب آل نشارك فيه. لوغة انجليزية مسلا اضافية نشارك فيها. تمام? آآآ موضوعات خاصة دهو احتاجات الخاصة نساعدهم ونشارك معهم. ودي مهمة جدا دهو احتاجات الخاصة اصحاب الهمم. نقول له وجدت طبعا فيهم ابطال العالم موجودين. ما شاء الله عندها في الرياضة وفي حاجات كتيرة جدا تفوق على مستوى العالم كله بفضل الله سبحانه وتعالى. انها وناس كتيرة كانوا يعني لا يستطيع يعني لا يروا شيء. تمام? ضرير ولكنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوبة التي في الصدور. ولكن وصلوا للاعلى المناصب يعني بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ان احنا نهتم بهم ونهتم كذلك الام بقى ويقعد مع صاحباتها. في البيت انت وعدت مع بعض وكده. ما تجيش بعد الكلام تتكلم على فلاني. كان عندنا في مصر والله حصل في السعودية والله. واحدة كانت قاعدة مكان ما دام كنا موجودين هناك من سنوات يعني راح معي في فترة الاولى. رحت على السعودية على مرتين يعني وكده. في التمانينات لحد نهاية السنوات ومرة تانية اللي كنت في مكة الواحدة. فكان واحدة عملت بص للايه? للست كده شوية تبص لها من قدام وان شوية تبص لها هون ورا. بنت عندها تلس سنين. فالأم الست بتقول لها بنت في حاجة ولا? قالت لها لا اصلا ماما بتقول انت بوشين. فهي تخيل طبعا حصل مشكلة يعني. فالعالة صغيرة ما تعرفش كلمة بوشين ايه? فناخد بالنا من الفض بنقول لها قدام اولادنا. واحنا قاعدين في في اعداد سواء في اي مكان من اماكن. رايحين مشوار قاعدين حد ضيوف جنة او احنا روحنا عند ضيوف ناخد بالنا من الفضنا. وننتبق قدام اولادنا بقى نحاول نغير الفضنا. بقى لاز بقى كلمة يوم اسود ويوم احمر ويوم منايل بكزا وما يعمل كزا ولا تسبوا الظهر في ان انا الظهر. تمام? وكلمتي خرابي يا بوتي يا مصيبتي يا خراشي يا جماعة والله. يعني الفض والله. طيب ما كنا ندي دورات للطلاب الثانوية هنا في مصر هنا. كنت اقول لي ان ما نقدرش نبدل الكلام دي. بتقول لي يا استاذ ان بعد البدد تقول لي يا استاذ امي بتقول كده. والله بقول لهم تقول لي يا استاذ امي بتقول كده. ما عليش يمكن امك يا بنت انت تعلمتي. تمام? وانتي عندي قدر من العلم. الحمد للحاول هتقول لي هاش بقى امي ما غلط الاساس كال كده. لا. خد بالك وانت حريصة وتكلام مع امك. يا جماعة رضى الوالدين. انا كنت دايما يمكن درجة الحمد لله اقول له يعني ما ندي دورات للطلاب الثانوية العامة اقول البنات اقول له انت رايحة. يا طرى مين فيكم نهاردة بس اد امه. بس اد ابوه. بعد ناس اقول لي يا استاذ اتقول لي يعني مجنون وانا ايه يا بنت اتجننت وكان اقول له امي علش اتقول ما اضحكك كده معها. نعلم اولادنا برضو كنا علمهم وانت رايحة كده يا بنت اشوف ايه وليه ام فلان دي اللي جنبك دي ستة التعبان اللي عادة الوحدية. يوم ما اتفاكد نودي لها حاجة كده. تمام? الام بقى عايزة هي تعمل بقى كده لو بنت تعالي روحنا وانت دي المفلان دي نودي لها كزا. ابو فلان المريض ده نودي له كزا. تمام? يعني يا جماعة هنحاول يعني جبر الخواطر. اما الساخش سعراوي يعني ربنا يرحمه. بيسألوه يعني عن حاجة تمام? اه عن افضل العبادة. واحد قال له الصوم الصلاة. دي حاجات فروض يعني كده. قال له جبر الخواطر يا الله. يعني يعني يجبر خاطرنا جميعا. ويجبرنا جميعا يعني يعني ويحفظ اولادنا واولاد العالم كله. يعني سواء مسلم او مسيح. ربنا يحفظ اولادنا ويهدي شبابنا جميعا يعني. فالا يعني اه بالنسبة لجبر الخواطر. الام تحول بنتها اي حاجة تعمل انتها روح نزوره مفلانة. ومنزور برضه ما نخففش. وارد برضه برضه حاجات لأولئة الامور. لما تروح الزور واحدة بتقول لك دي فلانة كانت برضه بتكوح جنبك. امبارح ومادد. فلان كان برضه حصل كزا ومات امبارح. فلان يا ست تراح الظهورة والله تراحت اه? يا جماعة التأثير النفسي. زي كرونا ربنا يعافينا وياكم. قالوا ان معظم وفيات كرونا يا ربنا يعافينا وياكم جميعا. من الوهم. ناس كبار جدا ومسؤولين اقسموا. ان معظم وفيات من الوهم. انا دخلت العزل. طيب اللي بدخل العزل ما يموت. يبقى كل واحد افكر اموت النهاردة بوت بكرة. ويبدأ بقى الشيطان. لان الرسول عليه السلام انهى عن الوحدة. الواحد ما عودش الواحد ولا فالضرورة يعني. تمام? فانا انا قعد بقى دخلت العزل معناه ان انا ايه يبدأ بقى خلاص انا بكرة انا ببعد ويبدأ بقى الشيطان بقى يلعب عليه شوية طب ده انا حصلت حتى لو كحة بسيطة. لا. واحنا راحين نزور زيارة المريض ناخد اولادنا معنا. نعمل حاجة افتعالوا روح ودي المفلانة دي كزا. اي خير حبلة ابنك يعمله. ليه تحد سائل مش وليس المتسولين اللي هم بايه. وقفين كده يمثله. لا. حتى لو لما قالوا دول طالما عرفت انه شخص بيمثل وموجودة على طول ما تدروش حاجة ما تشجعوش. انا بتكلم انتو كل واحد عارف المنطقة الناس اللي في حتته وفي منطقته. تمام? آآ ظروف ايه? تعال يا بنتي اي من عندكم النهاردة اللي كان عندها ملابس بتاع السنة اللي فاتت او قبل السنة اللي فاتت. بدلا ما تكدسي بها الدولاب كده ولا حاجة. تعب تعاني شوف فلانا كان ايه جارتنا اللي بتبيح فلانا بتاع الطماطم دي وده بتاع كزا بتاع تعاني لفهم بقى ونقص لهم كده وانتوا روح انت تودها لهم بايدك. تمام? طبعا في جامعات خيرية اكتلا جدا. الصوت كده الظاهر 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 الصوت الآن. سلام عليكم. يعني الحاجة اللي لهم نصلح رسول الله ان احنا نحاول نشاركهم. تمام الصوت كويس. اه ان احنا بقدر امكان الاعمال الخيرية نحاول نقود اولادنا في المشاركة في اي عمل خاري. نجيزة مسلا يوم اليتيم. تمام? يوم ده والحديقات الخاصة. في ناس بتعمل الجامعات بتعمل برضو تزويج اللي هو البنات اللي هم يعني اي حاول ابنك او بنتك حاول تشاركه في اي حاجة من حاجات دي. حتى لو خمس ازاي علموا كده ايه العطف تدي له برضو حاجة يا ابن ادي للجنادة اللي فلان. ادي لي لي يعمل كزا. تمام? عرفوا ان ما نقص امال من صدقة. وتحاول تعامل ابنك معاملك وسعادة مرافع الصوت. طبعا عدم المشاكل الزوجية. احنا بعد الزوج واللي بقى داخل انت عم عاملتيش النهاردة كزا متى كده. وده مشاكل الزوجي دي مشكلة كبيرة قدام الاولاد. ناس كتيرة والله من الفترة بنتكلم عشان بقى لك انا مش اتجوز نهائي. يا ابن ليه? لقى اصدقفاء اللي شافته نبي وممي. كانوا ده من خانقوا ببعض ويعملوا ببعض وحصل مش عارف ايه واتطلقوا ايه وحصل كزا وكزا. فالولد العقل البس يختزن. يبقى نحاول قدام اولادنا حتى لو في حاجة نحلها بهدوء. ما يكونش الولد صاح ولا البنت ونبدأ نتكلم بألفاظ مش كويسة او المشاركة. وطبعا بالنسبة للمشاكل الزوجية بس بذكر بحديث معنا حديث لرسول الله السلام. عشان بس الكثرة المشاكل الزوجية مش موضوعها بس برضو موضوع مهمة نتكلم. وده ايه يعني الاب ياخد باله والام تاخد بالها. يقول ان الشيطان يجمع عوانه ليلا واعود بالله من الشيطان رجين. على بركة من الماء. ويبدأ يسأل احدهم معنى الحديث يعني. ماذا فعلت واحد يقول له جعلت فلان يقتر. جعلت فلان يصر. جعلت فلان يزني. تمام فلان يرتاشي. يجي واحد بقول له ايه? فرقت بين رجل وزوجته. او زوجة وزوجها. يقول له انت انت في رواية قبله. انت اللي فيه دلوقتي انت اللي خربت بيت. ولزلك تنلقى معظم المشاكل حاجة بسيطة. انت مقلت لكش النهاردة تطبيخي مش عارف ايه. انت جبت معلتيش اللحمة ليه? تقول له انت جبت لي لحمة انت كنت لي فراخ. طب وفلوس وانت ركنت فلوس كنت جبت. ومسيبت ليش. ويبدأ هو بممكن يخضر بالحلة بالبتاع. ويبدأ بقى شعللة. شعللة يبدأ بقى ايه? يعني شعللة بينهم. مش هيا جماعة ولا نحن نقوم لنا وكل اللي زجوعنا. واذا اكلنا اللي نجبع. يعني ما نخليش حياتنا كلها الاكل والشرب. تمام? يبقى الحاجة المهمة اللي احنا نهتم بها عدم عدم تمام? اي مشكلة تحدث بين الزوجين امام ابنائنا نحاول بقدر امكان نحلاب يدوء. او ادخل معنا في اوضو كده مع زوجتك وبعد ما يخلوه اخلوه كده يدخلوه على مهلك كده وانت نفس الطريقة اتكلموا مع بعض في هذا الموضوع يعني وكده. فيعني نتحدث عن الخلافات الزوجية. الخلافات الزوجية يا جماعة احنا بنقول تربيت الاولاد اوستربيت ما نظهرش امام الاولاد حاجة. الولد اما شاف والده بيرفع صوته على والدته او العكس. هيطلع ولد عنفان برة وفيه طبعا بعض الازواج يضرب زوجته ممكن ربنا يعني يعفز اولادنا جميعا وصفة. نساء العالم جميعا وصفة. ويحفظ يعني جميع الرجال المتزوجين واللي لسه يتجوزوا كمان واحفظكم جميعا وطبعا شرفت بكم والله. يعني ربنا احفظنا جميعا ويعني ويقلب من قلوبنا. يعني فعلا الدكتور خالد فضلي اللي عرفنا بكل الناس الجميلة دي والناس يعني دايما الدكتور حالد والله محبته في الله مش عشانكم يعني. يعني فعلا من من يمكن معاكم كم سنة ما شفتوش على السنة دي ولكن على طولنا تواصل مع بعض من سنين يعني وكان في السعودية باجئنا مكة يعني ربنا يعفظك وكنا بنشترف في على طول والله. فيعني سارة بيك دقت الخالد طبعا انت معنا وربنا ما يحرمنا منك فعلا يعني ان شاء الله هدا الجامعة الطيب ده بازن الله يعني ان شاء الله الجامعة الطيب ده هيكون نوالوا كل خير. يعني المنصة دي تكون منصة عالمية بفضل من الله سبحانه وتعالى. وطالما احنا لوين خير ربنا وفقنا باذن الله في هذا الخير. يعني ان شاء الله باذن الله يكون كل خير بيننا يعني كده. فالخلاصة يا جماعة يعني نقبلنا برضو من اولادنا في كل مكان. طبعا الاولاد بقوا مرهقين او كبار. البنت ما تاجي البيت الام بتحاول تشوف قدوتها عاملة ازاي تشوفها ازاي تتكلمها مين صاحبتك. وتسمع منها. اسمعها من بنتك. وخاصة البنات في الظروف اللي زي دي. وعرف مين اصحابها. صاحباتها مين وكذا مين. وتحاولت صاحبيها. وتحاولت خليها تقربها منك. لان انت الوقت بره احنا قلنا انت هو الاب بيربي في البيت على قد ما يقدر. يبدأ برة شاطين الانس. في صورة صاحبتك. طبعا النهاردة مش عارف بص المقطع ده انا جبتي هين نهاردة. انا عملتي كزا النهاردة. ده النهاردة عيد ميلاد فلانة. ده النهاردة فيلم في السينما. بتكلم مع المناطق الراقية. فيلم عامل ازاي? النهاردة في حفلة لفلان وفلان. زي ما شفنا الحفلات اولاء الامور اللي كانوا زعلنين في السحل الشمال اشان ما دخلوش مطرب معين الحفلة كانت ثلاثة رباح تلاف جنيه. ودخلوهاش وزعلنوا بيعياطوا يا سيت بتاعياطي الاسر. كان نفس اشوف فلان. يعني عايزين نغير القدوة يا جماعة. اذكرونهم الاشياء الحلوة زي ما قلنا زي محمد صلاح والناس اللي عندنا. والابطال العالم في الرياضة. ابطال الرياضة في الثقافة في العلم. لو ترجحتوا كلها تلقى عندنا مصر في او يعني الاولى في 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 كل تم في كل المجالات. يبقى في نفس الارناء وقت حاجة مهمة جدا. نخلى اولادنا القدوة. نبعدهم على الاشياء الهابطة. يا جماعة دلوقتي اولادنا يعني بيخذوا ثقافة. طب احنا احنا فيه غزو ثقافي. هذا الغزو دمر اولادنا. قالك بلاش بقى نحارب احنا سحاربنا ولا طيارات ولا سواريخ عبر الكارات. تمام? ولا دبابات احنا نغذوهم فكريا. والموضوع ده حصل قديما. يعني الكلام ده مش من دمشين الان. يعني ما الان اشت تعرف مخطط له الان. بالنسبة للعراق. قاعدوا ثمان سنوات خلصوا بداية العراق والكويت. بعدها بدأوا سوريا. بعدها ليبيا. تمام? والسودان. وبدأوا ربنا على حفظ مصر من فضل الله سبحانه وتعالى. الشعب والمصر شعب طيب وغلبان. وده في فضل الله. ربنا حفظه. دعوة الرسول عليه السلام. تمام? فجماعة الحاجات ده مخطط لها. كذلك ودلوقتي خطط دمر اولادنا. تلقى كل حاجة مجانة. أنا ممكن تفتح اي حاجة دلوقتي تتكلم حتى تلقى لك سروط ايه? اعلان معين. حتى ما يكون فيه. يبقى الانسان بقدر الامكان يبتعد عن اي شيء ضار. الان قلنا قلنا ممكن لو نتذكر الاندلس. تمام الياه اسبانيا الان. قاعدت مصر العظمة وفيها يعني حاجة وصلة لمرحلة غير عادية. المسلمين قمة الازدهار كان موجود فيها. قالوا شوف احوالي عايزين نهد الدولة دي نعمل ايه? ارسالوا واحد والعالي القصة دي عرفة منا الكثير. يعني معنى القصة ارسالوا واحد ليه جماعة شباب واقفين مع بعض بيتعلموا الرماية. فواحد بيبكي قال له بتبكي ليه? قال له اخطأت الهدف. يعني معرفش يسيب الهدف. قال له يمكن تسيبه مرة تانية. قال له العدو مش هيمهلنا ان انا اشغل حط النبل والساهم اروح ضرب تاني. سوف يقتلني. فريجي قال لهم لا يمكنكم محاربة المسلمين الان. ارجعوا بقى فكروا. استمروا يعني القصة حوالي من من كن عشر سنوات. صلت عليهم الاغاني. وصلت عليهم النساء. وصلت عليهم الخمر. ثلاث حاجات. النساء بقى راح ترقص واللي راح الاول علينا خادمة وانها كده وبتاع. بدأت طبعا الحاجات دي بالتدريج. بصور ما بدأت توصل. البعد عشر الصينين بيسأل. شاف راح يشوفوا الاحوال المسلمين اللي هو سموه العين الجسوس يعني شيف شباب وقف مع بعض. ايه بتعملوا ايه? ما لكم ليه واحد بتبكي? قال له بتبكي ليه? قال له حبيبتها جرتني. قال له ريح رجع. قال له ما الان الان. الان بقى يمكنكم احنا بقى كده ايه? ضمرنا المسلمين. الان يمكنكم محاربة المسلمين والقضاء وهزيمتهم خلاص. فهو الله حاصل معنا دلوقت يا جماعة. نقود بالنا من اولادنا بيسمعوا ايه? تمام? وبيشوفوا ايه? والله العظيم ان اقسم بالله. اساس كل حاجة قربه من الله سبحانه وتعالى. احنا هو العايزين ولا ملايكة ولا العكس. تمام? احنا عايزين الوسطية للاولادنا. في الظروف اللي احنا فيها. انت بتعلم وتربي. ولكن بتجد قنوات الهادم كتير. الوقت بتفتح التلفزيون تلات اربح تلاف قناعة موجودة قدامك. اعلانات اللي موجودة الوقت كلها حاجات يعني جيب لك المشهير اعلانات معينة. حاجات خاصة كلها للأسف حاجات استعمال المرأة وحاجات خاصة بالمرأة. كأن المرأة سلعة تبقى وتشترى. وشوفنا اخر حاجة الاحتفالات اللي كانت من قريب يعني ربنا يهدي من عليها يعني معلش كل واحدة تريد ظهار اكبر قدر من جسدها. هل الجسد احنا مش هنتكلم? هل الام الانسان اللي ربنا يعني حفظها? ضمها? لو مش هنتكلم عن الحجاب نتكلم عن الحشمة. ايه الغرض من اظهار هذا الشيء? يعني واحدة يا وجوزها. انت غرض بتعرضها للناس. هلية سلعة? ده بالعكس انت لو عندك نظارة قيمة بتحطها فيين? بتحطها في جراب. لو عندك ذهب مسلا ولا حاجة كده مجموعة ذهب ولا بتحطها في العلبة بتاعتها وطيفليها كده. بس يا رات تقولوا عن مكان فينا وانا بالليل يعني يعني اللي عنده حاجة قيمة بيحافظ عليه. انت قيمة انت. انت قول الام مدرسة اذا عددتها عددت شعبا طيب الاعراق. الام اساس كل راجح اي حاجة الام. لا تخليهم يأثروا عليك. بالاعلانات المعينة والحاجات معينة. شوف نهاية كل واحدة من دول ازاي? ربنا انا الذين قال الله ربنا سبحانه وتعالى في معنى في الاية القرآنية. انا الذين يحبون ان تشيع الفحشة في الذين امنوا لهم عذابٌ قليم. في الدنيا والاخرة. اللي شاع الفحشة اللي بيظهر بقى هو اكبر حاجة من جسد والاغاني المعينة الهبطة. قصة الشعر المختلفة. اظهار اي شيء. تمام? خطأ. يعني اي حاجة تسيء لنا. تمام? فده عذابهم شديد. ربنا يهديهم وصلحة لهم. ندعو لهم بالهداية. وما نتشوف اي حد يا جماعة يدعيلوا بالهداية. يا بعض الناس يقول لك دفلان بيعمل يا عم ربنا يا احراء الله يا عم يدعيله. ده رسول الله الله ما هدي قوم فانهم لا يعلمون. قد تكون دعوتك انت سبب في هداية اي واحد او واحدة. من دول. فالام يا ام خليك انت امي الام والبنت اللي لسه متزوجة واللي عندها اولاد صغيرين. شوف اللبسك بتلبس ازاي? تمام? وانت بتخرج ازاي? الاب نفس الطريقة. ما باش الاب ماشي عامل بشعره نفس الطريقة. يقول له ولد الحلقة دي غلط. يقول له طبع بابا انت كزا. يبقى عايزين القدوة يا جماعة. يبقى القدوة يعني هي الاساس كل حاجة يعني. يبقى ملخصة موضوع يا جماعة. الموضوع يعني معاكم بالله الحديث صيق. بس مش عايزين اطور عليكم. ممكن سهرناكم ولا حاجة. سلام عليكم يا دكتور عادي. احنا اهلا بيك يا دكتور. ده انت راورتنا اشارتنا. طوام عليك يا دكتور. انا انت تابعك من اول الحلقة. بسم الله ما شاء الله. ده شرف لنا يا دكتور. وخلتني اتعلق بيك لمدة ساعة ونص. يا باشا ده ما شرف لنا دكتور. طوام عليك والله يا كلامك زي. زي العسل والله. كلامك اه يعني اثر فيي واكيد اثر في كل الاخوة. يا دكتور بعد ما عندكم والله ده متعلمين من حضرتك انت القدوة. لا انا دكتور عادي. والله العظيم يا دكتور انت قدوتنا. يعني انت عارف يعني علاقتك بيا من زمان من سينة وما زالت ممكن نقعد بالسنتين ثلاثة ما نتشوفش بعض او كده ولكن الحمد لله يعني هو باكي لنا والله يا دكتور. الكلمة الطيبة. يعني نفخر نسياتك طبعا يعني معنا في رئيس رئيس في المجتمع الرقمي. ده شاك لنا والله يا دكتور. ولم تبقى. ولم تبقى. اه للأعضاء وغير الأعضاء. وانا لي سؤال بقى يعني الحقيقة في طرح ما تكلمنا في موضوع الاولاد وتربية الاولاد. اتفضل. انا نفسي اه الاولاد اه وبناتنا يطلعوا قادة و و و و رواد ورائدات. نعم. نعم. لأعمال. يعني كيف كيف يعني 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 ينمو او يشب الولد او البنت ويطلع رائد اعمال او يطلع قائد او قائدة تنفع بلدها. يعني ولا دكتور فضل الله ده برضو من بعض التوجهات حضرتك يعني لينا والحاجات اللي عاشنا منها ازاي حضرتك كده. نجيب لهم القدوة قدامهم. القدوة في جميع التخصصات. في لندا كزا وكزا. وفي ممكن دلوقتي برامج ايه ازاي يكون سفير. في دورات معينة بالنسبة لهم. وقبلك نختار الناس المتميزين ومتفوقين معتهم دورات معينة كيف تكون قياديا. مع ذكر الامثلة للقيم والمبادئ والناس المتميزين عندهم ما اكثرهم عندنا في مصر يا دكتور يعني. وقبلك اما اجيبهم مثلا محمد صلاح. تمام وقبل حضرتك دكتور مجد يعقوب. الرياضيين اللي مال الدنيا طبعا. يعني تمام. الدكتور احمد زوير ربنا يرحمه. وعندنا امثلة كثيرة جدا. نحط دول كده واحنا بنديهم دورات كل هذه الصور وامامنا. ويجيب نماذج من اعمالهم. ازاي وصلت الناس اللي زادوا. وما اكثر يعني حضرتك المتميزين. يعني في جميع المتخصصات عندنا. وما زال الشباب الان برضو يعني رفع وراية مصر في جميع حتى في النواحي الهندسية. عرف واحد في دبي كان العامل الماضي كان موجود كان قبله كورونا. كان مهندس من ضمن المهندسين عمل ابتكار دبي ووفر خمسين في المية من الطرق. من الطريقة الطرق يعني طرق. وخمسين في المية من من الطرق الكباري بنظم معينة. ودول اكثرهم جميل جدا وصلين في كل دول العالم يعني. فنجيب لهم النماذج معينة نختار الشباب كده معين حضرتك ونعطوهم دورات متميزين واحنا مستعدين برضو يعني مسلا نجيب برضو ناس اللي عندهم اولاد وكده ممكن برضو نديهم دورات ان شاء الله كيف تكون قياديا يعني. عن طريق طبعا الامثلة ذكر الامثلة الطيبة وندنهم بعض بقى المواصفات معينة ازاي تعلم مع الناس. ازاي تمشي ازاي تقابل في ناس سلم في على الفلان وبعض الحاجات الجميلة دي يعني بازن الله. فيعني. الوالدين اللي هم ضر كبير في. طبعا يا دكتر هو ده اساس كل شيء. ده طبعا ما ازاي ما قولت انا القدوة وهو ده يجعل اللي هو الاب القدوة حضرتك اللي يكون الاب القدوة في تعامله ويبدأ اذكر لهم الاسماء فلان فلان كل يوم وين تلاتة اسكر شفت فلان عمل ايه شفت فلان وبذكر الاشخاص اللي هم المتميزين وقبلت باخلاقهم وبمناصبهم في نفس الوقت. يعني ما اذكر محمد صلاح وتسمع اخلاق او الناس عاملة ازاي? يعني حاجة اللي رفع العالم ورغم ذلك بطل في العلام والناس كلها كده. وشوف اخلاق ازاي فدي حاجة مشارفة لنا جميعا يعني. يعني ذكر القدوة. الله يا دكتر انا اللي اتشرفت بيكم يا دكتر يعني مش عايز اقول لك. الله يحفظك يا دكتر واتشرفنا بيك وان شاء الله تتكرر الحاجات الحلوة وتحياتي لجميع الاعضاء وجميع المشاهدين من سواء من المجتمع الرقمي او غيره يعني اللي احنا برضو عملنا دعوات لناس كتيرة كده. وانا اللهم اجعلنا ما استمعونا القولة فيتبونا احسنة. وندعو الله يا دكتور انا اجمعنا بيكم في جنات النعيم ووفقنا لكل ما يحبه الله ويرضاه ان شاء الله. وشاكل لحضرتك يا دكتور. شاكل ليكم الجميع الاخوة. وانا محتاجر اذا كنا طورنا عليهم يعني. لا لا انا يعني مستمتعين. وان شاء الله الحلقة مسجلة. وننزلها بكرة على السوشيال ميديا. لشان الناس تستمتع بهذا اللقاء الجميل ان شاء الله. الله يحفظك يا دكتور. ربنا يبرك فيك و جعلنا عند حصن ظنك ان شاء الله بإذن الله. الله يكرمك. شكرا ديك يا دكتور. وإياكم ان شاء الله. الله يخليك يا دكتور ان شاء الله. معيش تخضر دكتور. الله يخليك. سلام. 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 ترجمة نانسي قنقر